السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي نلتقي لهم بإذن الله تعالى مع حل كتاب الدراسات وشرح كتاب الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي الثاني ومع قسم التوحيد والوحدة الأولى ومع الدرس الثالث فيها شروط قبول العبادة للعبادة لكي تقبل بإذن الله شروط أولا هناك شرطان لقبول العبادة الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الإخلاص لله تعالى أن تكون العبادة خالصة ليس فيها رياء ولا نفاق ولا شيء من ذلك يدمر الإخلاص وذلك بأن أد العبادة قاصدين بها وجه الله وحده طاعة لله ومحبة له ورجاء لثوابه وأن نترك المحرمات طاعة لله وخوفا من عقابه والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا هو الشرط الأول الإخلاص لقبول العبادة لكي تقبل عبادتي صلاتي وصيامي وزكاتي وحجي لابد أن تكون العبادة خالصة لله ليس فيها رياء ولا نفاق ولا شيء من ذلك والشرط الثاني أن تكون متابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك بأن نؤدي العبادة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفي حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم إذن لابد أن نتبع الرسول صلى الله وسلم في العبادة بلا زيادة ولا نقصان والدلي على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه هذا العمل لأنه بدعة كيف تتحول الأعمال المباحة إلى عبادة إذا نوينا بفعل المباحات كالأكل والشرب والطلب العلم وغيره من هذه المباحات إذا نوينا بفعلها التقوى أو التقوي على الطاعة صارت هذه الأعمال عبادة نثاب عليها كذهابك كل يوم إلى المدرسة لو نويت أنك بهذا العمل في تنوي طلب العلم فأنت تثاب على ذلك وهذا من فضل الله علينا مثل الأكل والشرب والدراسة فأنت تأكل مثلا إذا نويت أن تأكل لكي تتقوى على الصلاة فهذا يعتبر أكلك في هذه الحالة نوع من العبادة أو أن تشرب لتتقوى على الصيام وأن تصائم في اليوم التالي فهذا يعتبر من باب العبادة نشاط بالتعاون مع مجموعة يمثل بعض الطلاب دور إحدى الشخصيات التي الآتيها طبيب أو ضابط أو معلم ونساعدهم بأن يحولوا العمل المباح إلى عبادة كالمثال الآن المهندس الذي يخطط الطرق ويسهم في تطوير الوطن وتنميته فعمله يكون عبادة عندما ينوي بذلك كسب الحلال لإطعام أهله وإعاشتهم أما بالنسبة للضابط كيف يكون عمله طاعة لله فالضابط الذي يحرس الوطن وممتلكاته وأبنائه وثرواته حينما ينوي بهذا العمل كسب المال الحلال لإطعام أهله وعفتهم عن السؤال فهذا يعتبر عبادة أما المعلم فالمعلم الذي يعلم الطلاب العلم النافع فهو عبادة حينما ينوي بذلك كسب المال الحلال لإطعام أهله وعفتهم وإعاشتهم نشاط إثنان أقرأ سورة البينة بترتيل جميل وأستخرج مع مجموعة ما يدل على شرط من شروط العبادة ونكتب أسماء العبادة الظاهرة التي وردت في السورة ففي سورة البينة قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالشرط هنا شرط العبادة لكي تقبل الإخلاص لله تعالى والآية هي قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أما بالنسبة للعبادات الظاهرة أو الأعمال الظاهرة مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أعمال ظاهرة يراها جميع الناس التقويم ما شروط قبول العبادة قلنا أن العبادة شرطين أساسيين هو الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إثنان متى يكون ترك المحرمات عبادة لله ترك المحرمات يكون عبادة لله إذا كان خوفا من عقاب الله ورجاء لرحمته وإذا كان ابتغاء مرضات الله ثلاثة كيف تتحول الأعمال المباحة إلى عبادة إذا نوينا بها التقوي على طاعة الله التقوي على الطاعة أو أعفة النفس أو الكسب الحلال هكذا عزينا قد أنهينا الوحدة الأولى ألقاكم بإذن الله تعالى مع الوحدة الثانية توحيد الأسماء والصفات وأثره في حياة المسلم لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته